أكدت المملكة التزامها بالمقاصد والمبادئ المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة من أجل تحقيق جندة التنمية المستدامة المتوائمة مع رؤية المملكة الطموحة 2030 جاء ذلك خلال مخاطبة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمؤتمر العمل الدولي في جونيف تؤكد المملكة التزامها بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة من خلال ما تقوم به من جهود على المستوى الدولي وتؤمن بأهمية تعزيز التكاتف من أجل السلام وتحقيق مستهدفات أجندة التنمية المستدامة المتوائمة مع مستهدفات الخطة الطموحة للمملكة ورؤيتها 2030 تحسين ظروف الوافدين وتبني المملكة للسياسة الوطنية لتشجيع تكافر الفرص والمساواة في سوق العمل ومنع عمل الأطفال جاءت في مقدمة الجهود التي بذلتها المملكة لضمان حماية حقوق الإنسان صادقت المملكة على 20 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وكان آخرها اتفاقية منظمة العمل الدولي الأساسية رقم 187 بشأر الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية التي صادقت عليها المملكة اليوم على هامش الدورة الثانية عشر بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي وقع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية اتفاقية الإطار الترويجي لسلامة وصحة المهنيين طه يوسف حسن قناة الإخبارية مؤتمر العمل الدولي الأمم المتحدة جنيف